صباح الخير لكل حدا عم بتابعنا احنا بفقرة الابراج والتوقعات الفلكية اليوم رح احكي لبعض الابراج اللي طلبت انه نعيد لبرجها بشكل عام عن كل المالي والمهني والعاطفي ايضا ولكن بداية بدي ارد على سؤال عن بلوتو وكان غالبيت اللي سألوا من برج الجدي والدلو عشان قبل كم يوم حكيت انه بلوتو عم بيروح عند الجدي ويرجع عند الدلو وهو ما بيتراجع ليه بيروح عند الجدي لانه هو بيتباطع تذكروا مرة لما حكينا انه الكوكب ما بيرجع لورا ولكن حركته بتتباطع فبيرجع عن البرج اللي قبل الدلو اللي هو الجدي بيقعد فترة بسيطة جدا وبيرجع يتسارع فبيروح عند الدلو وحكينا بانه تأثيراته مختلفة يعني هلأ احنا بعصر الدلو لانه رح يدخل عند الدلو بشكل كامل بعد سنتين هلأ بيظلوا هالسنتين يروحوا يجي ما بين الجدي والدلو ولكن بعدها رح يظل عند الدلو لمدة عشرين سنة متواصلة فلما يكون عند الجدي بنشوف التأثيرات على الامور الاقتصادية وامور المشاريع وشفنا بفترة اللي كان عند الجدي كيف انه شركات كان امورها كتير عالية نزلت بشكل فجائي والعكس ايضا حصل ولكن لما يدخل عند الدلو فهو عصر الاختراعات والاكتشافات والهدم والبناء يعني يهدم لحتى يرجعك لنقطة الصفر خاصة بالامور السلبية يعني اذا في شيء بحياتك سلبي بيعطيك المعطيات انك تتخذ القرار بالهدم بالبداية من الصفر مرة ثانية ولكن اذا ما مشيت عليها وظليت مستمر ممكن نتواجه بعض الضغوطات والسلبيات وعصر الدلو ايضا بما انه هدم وبناء فانه انت اي شيء عم تهدمه وتبدأ فيه من جديد رح تاخذه معك للسنين الجاية يعني اذا اتخذت قرار سلبي بده يظل سلبي لسنة 25 و26 اذا اخذتوا ايجابي فرح يكون تكميل البناء بالسنين الجاية اذا هو مش شيء يخوف خاصة برج الدلو اللي عم بيسأله كثير انه هذا الشيء رح يدمرنا انه دخول بلوته لأ مش صحيح هو ما بيجي يدمر وفقط ويوقف لأ هو يدمر ويرجع يبني فما حدا يتخوف من هاي المسألة هو عم بيعطيكم المقدرة على انهاء كل سلبيات الحياة والبدع بشيء جديد بدنا نحكي لبرج الثور في كتار سأل وبيقولوا قصرتي معنا خلاص هلأ رح احكي لكم عن كل الامور اللي بتخص الثور ونبدأ بالوضع المالي شهر يحمل الحظ الثور امورك رح تكون ممتازة بسنة 24 ولكن هي مشروطة ببعض الامور زي ما حكينا انه هدم وبناء الهدم رح يبدأ من داخل برج الثور تتخلص من سلبياتك العناد وعدم الاعتراف بالخطأ واعادة الخطأ اكتر من مرة بحياتك اذا شهر يحمل الحظ وتزداد الاتصالات اللي كان عنده ستة شهر الماضية من سنة 23 اتصالات مع الخارج رح يكون في سفر سواء كان لدراسة او لعمل استرجاع حقوق مالية رح تبدأ من بداية هاي السنة المطالبة بالحقوق رح تكون ممتازة جدا تسويات مالية وعمل جدولة مالية للتخلص من ديون وقروض كله هذا رح يكون عند برج الثور بافكار جديدة مالية رح يحاول انه يعتمدها بحياته لحتى يرتاح ماليا اما على المستوى العملي ففترة جيدة للسعي وضع اهداف جديدة كمان زي المالي انه في خطط جديدة عم بتحطها لحتى تفتح لك ابواب جديد من نوعها وهذا رح يخليك انه ترتاح ماليا ايضا عليك الاهتمام بصحتك متابعة اي عرض باول وما تخلي الامور تتفاقم تهتم بامور عائلية ولكن فيه سهولة باجاد الحلول والمصالحة سواء كان معك يعني انت تعمل على المصالحة مع اشخاص او تعمل على مصالحة اطراف مقربة تكون انت وسيط بحياتهم الزهرة عم تدعمك ماليا وعاطفيا وهاي الفترة ممتازة جدا ايضا لاعادة الامور لوضعها الطبيعي ايجاد الحلول المناسبة انهاء سلبيات العلاقة فترة جيدة للتفكير بالارتباط وبعض المعطيات عم تظهر لحتى تخلي برج الثوري اتخذ القرار بالارتباط الاسبوع الاخير الزهرة عم تنتقل عند الجدي وهذا رح يخليك تسيطر عليك بعض الشكوك تكون حساس جدا تبلش تشوف السلبيات اكثر من الايجابيات فبدك تسيطر على افكارك وما تتخذ قرارات مصيرية على كل المستويات بيكون افضل وتأجلها فيما بعد نحكي لكمان برج العذراء برج العذراء الشهر يحمل التغييرات خاصة على المستوى المهني والعاطفي مهنيا عم تزداد الالتزامات ورح تلاقي نفسك انه تظهر بعض الامور او تفتح بعض الابواب اللي تبدأ تفكر باعمال اضافية تقوم فيها لحتى تزيد من وضعك المالي انتقال عطارد الى الجدي يعطيك الدعم على كل المستويات كمان هذا الحكي بالنص الثاني من الشهر متابعة المعاملات رح تكون افضل وايضا تتحسن الامور النفسية وكمان رح تشوف الامور على حقيقتها رح تنكشف بعض العلاقات الاجتماعية بالنسبة للك برج العذراء من بداية السنة رح يعتمد شيء جديد بحياته وجديد من نوعه وبالنسبة لبرج العذراء نفسه وهو عدم ما رح ينصدم بالامور زي ما كان بالماضي يعني لما يواجه اي مشكلة او يواجه انقلاب البعض عليه رح يكون جدا هذا وعنده برود اعصاب ويتخذ الامور بسلاسية وهذا رح يخليه انه يعتمد شيء جديد بحياته انه انا اولا مصلحتي اولا وهذه الامور رح تخليه يتقدم ويتطور اكثر الاسبوع الاخير عليك مضاعفة الانتباه والاهتمام بصحتك اكثر على المستوى المالي تزداد المصاريف بالنصف الاول من الشهر وهي امور غير محسوبة يعني تظهر امور طارئة فبتضطر انك تدفع بعض الاموال قد تكون بصيانة بشراء بعض الامور اللي بتظهر بشكل فجائي او لمتابعة صحية فبدك تجدول امورك المالية بشكل صح النصف الثاني رح تتوضح الامور زي ما حكينا قبل شوي وتصير عندك راحة نفسية هذا الشيء رح يخليك تعيد التخطيط بما يخص الامور المالية ورح تتحسن امورك تشعر بالاستقرار اكثر بالنصف الثاني عاطفيا ايضا النصف الثاني هو الافضل للقرارات العاطفية ورح تكون انت تحت الضوء خاصة اذا كنت بعلاقة هي يعني مش معلن عنها او غير متكافئة او فيها تراجع كل هاي الفئات من العذراء بدها تنتبه لا مثل هاي الامور تحسم تتخذ القرار بشكل حاسم ونهائي وما تتردد وتشوف مصلحتها اولا وهذا الشيء اللي حكيناه بالبداية رح تقول مصلحتي اولا فرح تتراجع بعض العلاقات الى نقطة الصفر الهدم والبناء بكل الاحوال القرارات اللي رح اتخذها العذراء سلبا ام ايجابا رح تخدم مصلحته اما بالنسبة خلينا نحكي للعقرب كان مطلوب كثير عطارد النصف الاول من الشهر فترة جيدة لعمل التسويات واسترجاع حقوق ووضع النقاط على الحروف من بداية السنة ايضا المتابعات رح تزيد العلاقات الاجتماعية رح تزيد وهذا رح يخليك تعمل على الالتزام بعلاقات جديد من نوعها وجديد من نوعها بما يخدم مصالحك المهنية كمان عندك متابعات قانونية بدك تستشير ذوي الشأن وتمشي فيها رح تكون النتائج ايجابية الاسبوع الثالث فترة جيدة لتعديل وتصويب الامور وايضا بدك تستشير ذوي الشأن بشكل خاص بهاي الفترة المريخة عم بيحذرك من الامور المهمة الغير مفهومة بهاي الفترة رح تظهر بعض القلق عليك وعدم فهم الامور لذلك كون واضح وصريح الكلمات بدك تختارها بشكل فيها ذكاء إذا كان بدك تطرح موضوع بدك تكون واضح جدا لأنه أنت تحت الظوء ومعرض أنه البعض ممكن يستغلوا هاي الفترة بأنه يستخدموا الكلمات بشكل آخر غير ما هو يعني غير ما أنت تعني يعني فلذلك عليك الوضوح بأقوالك وأفعالك عشان لاحد يسيء فهمك كمان أنت ما تسيء فهم الآخرين مالياً متابعة مالية ورح تكون بالثلاث أسابيع الأولى فترة جيدة لاستحصال الأموال إذا كان عندك ديون انتحدة أو أنه عم بتتابع معاملة مالية من نوع معين كبداء المالية عم تبحث عنها أو أنك عم بتبيع عقار مثلاً رح تكون تحصل فيها على أموال إضافية ولكن بيع العقار ما رح يكون كله لإلك أنت رح تاخذ جزء لأنه قد يكون من ورث أو يكون في حصص فاللي عنده مثل هاي المسألة رح تكون الأمور سلسة وسهلة ورح تحصل على بعض الأموال الإضافية كمان العقرب عندك تسويات مالية بما يخص ورث أو استرجاع ديون الأسبوع الأخير معطيات فيها صرف هلأ الأسبوع الأخير بدنا ندير بالنا نهتم بالأموال الخارجة من إيدنا لأنه بعض الأمور ما رح تكون مهمة أنك تصرف فيها أموال أو رح تطلع لتشتري أشياء هي غير مفيدة أنت مش محتاجها فبدك تنتبه أنه هاي الفترة رح تظهر عندك دفوعات ممكن تكون لابد منها فبدك تجدولها والغير مهمة بدك تبعد عنها على المستوى العاطفي شهر جيد لوضع نظام جديد بحياتك العاطفية وتخصيص وقت أكبر للشريك الأسبوع الأخير هو الأفضل للقرارات العاطفية خاصة لغير المرتبطين اللي رح تظهر بعض المعطيات عندهم من أنهم يتخذوا القرار بالارتباط آخر برج رح نحكي له برج الجدي فترة إيجابية على كل المستويات معدى الصحي فبدك تنتبه لصحتك بهاي الفترة من بداية الشهر تابع أي عرض يظهر بنفس الوقت ما نأجله مهنيا وماليا مرتبط مع بعض تزداد المسؤوليات والضغوطات المهنية ورح تكون ما رح تلحق تنجز كل المهمات رح تظهر رح تضطر أنك تعمل بأكثر من اتجاه بنفس الوقت هذا ممكن يخليك تتعب نفسيا وجسديا ولكن لابد من إنهاء الأعمال وعدم تأجيلها لأنه هذا الشيء رح يأثر عليك بالأشهر القادمة النص الأول عطارد عن بدعمك لحتى تسكر جيون حتى تنهي أمور مالية بحياتك كمان بدو تظهر بعض العلاقات الاجتماعية على حقيقتها وهذا الشيء ممكن تنصدم فيه لذلك رح تعمل على غربة كثير كبيرة بحياتك الاجتماعية النص في الثاني من الشهر فترة جيدة لمضاعفة الجهود لحتى تحصل على فرص جديدة وأبواب جديدة تفتح لحتى تحصل على أعمال إضافية غير العاملين أيضا ممكن يحصلوا على عمل بهاي الفترة حافظ على أسرارك حافظ على سمعتك أيضا بالنص الثاني من الشهر اللي كان عنده مخططات بالست أشهر الأخيرة من سنة الثلاثة وعشرين رح تنزل على أرض الواقع بحياة برج الجدي ورح يتحقق البعض منها بشكل إيجابي أكيد الزهرة ببرج القوس أول ثلاث أسابيع ممكن تخليك مشتت تشعر بالتراجع النفسي فلا تتخذ قرار عاطفي مصيري بهاي الفترة لما تنتقل الزهرة إلى برجك رح تتلاشى هاي السلبيات وهي الأفضل الأسبوع الأخير لاتخاذ القرارات العاطفية شكرا لمتابعتكم بكرة رح نحكي عن طاقة الأسماء والحروف اللي بده يبعث لي اسمه وتاريخ ميلاده لحتى أحكيله عن اسمه يسال صباحكم اشتركوا في القناة